نورسات جوردان ما شاء الله عليك ناخد البركة من أبونا وبعدين ننطلق لنبدأ مشوارنا معكم لهذا الصباح صباح قبل نور عزائي المشاهدين ومثل ما تفضلت دكتورتنا خير ما نبدأ به الصلاة باسمي الأب والإبن والروح القدس إله الواحد أميم تعالى أيها النور الحقيقي تعالى أيها الحياة الأبدية يا كنز المواهب يا الروح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل هلما أيها الروح القدس وارسل من السماء شعاع نورك هلما يا أبا المساكين يا معطي المواهب يا ضياء القلوب المعزي الجليل ساكن القلوب العذب الاستراحة اللذيذة أنت في التعب راحة في الحر اعتدال في البكاء تعزية أعطينا مواهبك يا الروح الله أمين أمين يا أبونا تسلمت أمك بهالصلاة الجميلة ومنتمنى أنه نحقق فيها المراد منها لأنه كل حلقة من حلقاتنا بيكون فيها محور نتحدث فيه ومنتمنى أنه نوصل الفكرة دائما إلى المشاهد في بعض المشاهدين والمتابعين بيكتبوا لنا ملاحظاتهم على صفحتنا فيسبوك من كتعليق ونحن منحاول يعني إذا ما ردينا عليكم خلال الحلقة منرد عليكم خلال أبونا بيرد عليكم خلال الأوقات أو على الكومنت نفسه نعم طبعا نعم على الصفحة إن كان برايفيت أو إن كان بشكل مباشر نعم فإذا في أي استفسار حسيتوا أنه ما جوبنا بهذه الحلقة وإن شاء الله نتمنى أنه جاوبنا على كل الأسئلة اللي بتسألوها أنه تكتبوا لنا إياها بشكل كومنت فأبونا بالنسبة للموضوعنا حياتنا والروح القدس قبل ما نبلش غبنا عنكم الأسبوع الماضي واللي بيسألنا واللي اتصل فينا أنا بشكر كل المتابعين اللي حسيت أنه عن جد في متابعة لنهار الثلاثة مع أنه حطينا كمان اعتزار عن الحلقة لأنه في ظروف كنا بسفر وبعد شوي فالسبب القوي اللي بيبعدنا عنكم فقط لغير لكن الظروف العمل وطلبت مننا أنه هاي الحلقة نعتذر عنها ومنعوضها بحلقاتنا الجاي طبعا كنا في مؤتمر لاتحاد النساء العالمي المرأة الكاثوليك كان المؤتمر بأثينا وبعتقد أنه نزل عناشرة الأخبار وحذرته التقرير طبعا كان التصوير يعني أنه نحن مش جايبين معانا مصورين وبروفيشنال لقعنا هلو عن طريق الموبايل وهيك لكن أدى الغرض يعني طبعا كي الحمد لله يعني المؤتمر أنا عم بقول أنه رجعنا شوي بعد كورونا رجعنا أنه نرجع نلتقي وهذا أنا به عضوة في هذا الاتحاد من سنة 2008 فصار لي عمر بهذا الاتحاد وإن شاء الله يعني بتمنى أنه ننال البركة والقبول أنه نأسس لجنة رعوية لهذا الاتحاد لا تشارك عدد أكبر من النساء ما يضلش علي أنا لا نسلم الراية زي ما بقوله مع عضاء عضوات جداد فإن شاء الله قريبا رح نعلن عن تأسيسه بسنة البركة من كنيستنا في تأسيس هاي اللجنة طبعا إحنا ممنوعا نقول اتحاد واتحادات بسير موضوع قانوني سياسي قانوني بدها فكان الموضوع المناقشة برضو كما عن عمل الروح في حياتنا كنيسة في العالم خدمتنا الرعوية وخدمتنا الكنسية كيف تعاملت المرأة مع حياتها ظروفها كنيستها خلال جائحة كورونا اسمعنا لمشاكل بعض من كل أنحاء العالم من أوروبا أمريكا أفريقيا آسيا الهند استراليا كندا يعني كل كان ممثلين عن كل القارات الخمس فإنك تسمع مشاكل الآخرين زي ما بقولوا بتخون عليك مشكلتك أو بتشاركوا في الهموم هموم المرأة اللي وجدته بكل أنحاء العالم هموم واحدة بضبوط أحيانا الوضع السياسي والاجتماعي بيأثر فبتختلف نظرتنا لهذا الموضوع من بلد لآخر يعني همومنا بالشرق الأوسط ممكن تختلف عن هموم مثلا أمريكا عن هموم أستراليا عن هموم كندا لكن المرأة بتعاني مثلا لما إحنا شاركنا همومنا خلال جائحة كورونا أبونا كل نفس الإشي اللي ترك شغله عشان يؤدل لولاد لأنه سكرت المدارس النساء كانوا يحدوا من أجورهم يخففوا من الأمال حتى أنا بلاقي أنه هوني قانون العمل والعمال في الأردن أنه أكتر إنصافا للعامل أو الموظف من بره يعني طلعوا الموظفين طلعوهم فنشوهم يعني أنه خلص ما فيني أدفع أنا فبي باي طب كيف ننعيش وخلال الفترة وكذا ما عندهم يعني هاي السياسات بحسة شوية قوانينهم ناشفة أكتر منها إحنا أكتر إنسانية من خلال قوانين الدفاع اللي طلعت قانون الدفاع اللي بيمنع صاحب الشرك يطلع الموظفين بتقدر تنزل من الرواتب لكن ما تطلع لأنه هدول حنام كمان مسكرين ما هي عليهم كمان المصيبة فاشتشاركاتنا كانت مع النساء وأنه نفس الهم يعني كان الوصول للمساعدات الطبية المرأة الحامل اللي بدها تخلف اللي عندهم مشاكل بالكلا اللي عندهم مشاكل يعني كانت النساء العاملات والنشطات في الكنائس ساعدت أيضاً المجتمع المحلي برضو كمان مثلناها إحنا هنا بالأردن كانت المرأة بالمستشفيات بالتمريض هي العامل المساعد للطبيب طبعاً فوجودهم كان كتير عامل مساعد نفس الشي كان فيه برضو كمان المشاركات اللي سمعناها من الاتحاد النسائي طبعاً كان فيه مشاركات كمان من فلسطين من الأراضي المقدسة حكوا همومهم بخصوص معيشتهم التحديات اللي بيواجهوها بفلسطين يعني من أنهم أحياناً يمنعوا من وصول الكنائز أحياناً بصير فيه انتهاكات وبصير فيه حجز الحواجز اللي بحطوا على الطرقات بطلعوا من صباحية ربنا توصلوا على الأداز يعني اليوم نابلس إلها يومين مغلقة ممنوع الدخول ولا خروط من مدينة نابلس واليوم كانوا بحكوا بكل الفضائيات بإذعيات أنه كيف الناس تتوصل لهم وظائفها يعني نعم فهي مشكلة قائمة ما زالت يعني في وقتها بتحكوا عنها نعم وركزنا على أنه جلالة الملك عبدالله الثاني بالأم المتحدة حكى عن هاي المشاكل وحكى عن هاي التحديات لأنه هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة فحكى عن هاي الانتهاكات وأنه على المجتمع الدولي أنه يتحرك يوقفها فبرضه كمان حكيت عن جلالة الملك وخطابه في الأمم المتحدة مما كان له الأثر أنه كإنسان شخص مسلم يدافع عن المسيحية يدافع عن المقدسات المسيحية فكان له أثر كتير كبير بنفوس المستمعات لأنه بتعرف أحيانا النساء بالدول هاي ما بيتبعوا أخبار اللي عم بتصير يعني بالدول الشرق الأوسط بالسياسة فكان حلو المعلومة لما نطلقوه بالعكس كما نناقشوني فيها يعني أنه جلالة الملك ليش هو اللي حكى ليش كذا ليش هو اللي قال لأنه الوصي وشو يعني يوصي وشو بيسوي يعني فكتير شرحنا هذا الموضوع لهم فحلو كان أبونا المؤتمر تتعرف على مجتمعات تانية كيف بتعيش ثقافات تانية خبرات تبادل خبرات الظب فكان رائع جدا وهذا كل ياته أنا بحكي أنه أنك تطلع وتشهد لعملك تشهد لحياتك لأنه روح الله فيك ساكنة فتطلع وتشهد روح الله موجودة بحياتنا لأننا مستنرين بكلمة الله الموجودة في الكتاب المقدس فابونا تحكي لنا اختيارك لهذا الموضوع نعم نعم انطلق من أي باب نعم وقبل ما أبلش بالموضوع تعقيبا على حديثك يعني وجودكم بهيك مؤتمر وبنقل هاي رسالة هي بحد ذاتها بشارة نعم من نوع آخر نعم يعني مش البشارة بس إني أمسك الإنجيل زي هذول بأميركا بالشارع بسيو يصيحوا توبوا آمنوا هذا لا مهي في أنواعها هذه البشارة انطلاق الكلمة حقيقتها مع أنه أحيانا الناس بتفكر أنه مطلوب منها هذا الشيء أنها تشهد للمسيح بالشوارع بكل مكان بالأندية بالمطاعم بتلاقي دخل عليك وبقولك المسيح أنا ما بشوف هلأ رح نحكي فيها بالمواهب هاي نعم نعم إنه بالنهاي هي مواهب مش لكل واحد يعني جاء يسوع المسيح لما كان يعلم كان يعلم بالمجمع مزبوط بعدين لما رفضوا أنه يعلم بالمجمع وهيكي صار يعلم على شط البحر بزبط لكن إنه بالمجمع فإنه إحنا إذا منعنا من البشارة أبونا الحمد لله صار في تكنولوجيا وصار في إعلام وصار في شاشة ما فيش منعهم فإحنا من الاستوديو هاد قاعدين عم نبشر ما حدا رح يمنعنا أكيد لكن اللي بحاب يبشر أوه هلأ صاروا بالكنايس بيبشروا إنه بالوعزات لكن اللي حابب إنه يعمل أكتر إنه أنا مش خوري أعض أوعز لأنه ممنوع العلماني يوعز بالكنايس بس ممكن اجتماعات اللي بتصير اجتماعات لدراسة الكتاب المقدس مثلا الإنجيل الرياضات الروحية ببيوت الناس ببيوت تجتمع وبتلتان بيجيبوا خوري أو بيجيبوا واحد علماني ما يمتلئ من الروح القدس وبيحكي يعني بشكل جميل ومقنع بتلاقيهم اجتمع وكلهم يسمعوا كلمة الله في البيوت بتصدق دكتورة إنه في كثير من الدكاتوري اللي عنا بالجامعة كان يدرسون أنهم علمانيين جميل دكتورة من روما ودكتورة من اليونان حتى في الدكاتوري من كنيسة أبثلوكسية يعني مش إحنا الدكتور العلماني ما كنا يعني بالجامعاتنا الكاثوليكية في لبنان خصوصا إنه ما كان يسألوا إنه إنت من شو طائفتك ولا شو مرجعيتك في النهاية هذا عالم من علماء الكتاب المقدس سواء كان كاهن أو راهبة أو علماني المهم إحنا نحصل على العلوم بس موضوع الوعظ بالكنيسة هذاك موضوع زي ما تفضلتي بدو السلطة الكنسية بداية أنا بلما منحكي عن عمل الروح القدس دكتورة بحياتنا بخطر عبالي متى ينال الإنسان موهبة الروح القدس في حياته بداية بتعليم الكنيسة إحنا منحكي بالعمد إحنا منحكي بالعمد ينال المؤمن طفلا كان أو شاب ينال الروح القدس في قديس اسمه القديس أروجانوس والكنيسة بوقتها الأفكار زي ما تحكي ما قبلتها نعم كان يحكي عن الوجود السابق خلقنا إن الله خلقنا قبل آدم وحوة خلق كل الناس بالروح ولكن موضوع الجسد تطلب المراحل الزمنية والتعامل مع فيزياء الأرض الزمان والمكان نعم اليوم الكنيسة بتحكي لا إحنا الروح القدس بناله الإنسان متى بالعمد نعم هلأ شو بيستفيد؟ شو بدي يؤخل؟ هلأ فيه إشي اسمه مواهب وفيه إشي اسمه ثمار نعم مين بيجي قبل الأول؟ المواهب أنا زي ما تعلمت من حضرتك تدك كبير ما كنا نحطه تطلعي سهم نعم تكتب تخارج إنه بيودي منه نعم فهي بحط الدائرة بحط المواهب نعم يعني أنا لما أنمي موهبة الروح القدس بحياتي يعني أصير أقدس كل أحد أصير أسمع الوعظاء أصير أهتم أني أحط نفسي بأجواء روحية يعني جلسات فيها فتحة فنجال وفيها سواليف ونميمة أتجنبها أجلس بالجلسات الروحية مع الأشخاص اللي على تواصل مع الكنيسة أن أخلق جو عام يساعدني على تنمية مواهب وثمار الروح القدس بحياتي نعم هلأ المواهب لما أنا بناميها بحياتي بصير فيه عندي المواهب السبعة والثمار السبعة المواهب الروح القدس اللي هي الفهم القوة التقوى مخافة الله العلم المشورة وتاليا ختامها زي اللي حضرتك ختمت فيها الحلقة الماضية هي إيش الحكمة حكمة نعم اللي بالنهاية إحنا شو اللي بدنا إياه أنميز ما شئت الله بحياتنا إميز تعامل هالناس معنا لأنه للأسف ما بين القمح هناك زوان في ناس خبيثة بتدخل الجماعات الكنسية بيكون هدفها أشياء شخصية ومصالح خاصة بيكون عندها نفوذها بيكون عندها أجندتها الخاصة التي تريد أن تقودنا إليها وهنا التمييز والحكمة تعطي الإنسان المؤمن إميز بحكي القدس بولوس ولو أتيتكم أنا بتعليم غير اللي أتى فيه يسوع فكان باطلا تعليم فيه أساسيات في حقائق لا تقبل أن يجيني واحد من الفضاء الخارجي يجي يقول لي هو المسيح إلو ناسوت بس ملوش لهوت هو إلو يسير يفلسفه ويشيله بالعقائد والحقائق الإيمانية مبسولا مبسولا بيحكي القدس بمعنى أنه محروما يعني أنه خارج عن الجماعة المسيح مبسولا يعني مقطوعا عن شركة الجماعة المسيحية يعني فات على حسابه بيسير يعلم بتعالمه الخاصة بحياته ما بدنا نطول على الدكتور جلال يعني أنا زب الله بحكي تأخذ معي يمكن دكتور جلال معنا على التلفون نعم معنا تصال شباب دكتور جلال فخوري صباحك نور صباح الخير أنا متأسف تأخرت عليك اليوم لأنني نسيت البرنامج لا هيك ما نسيت لا ما نسيت هيك تذكر دكتور أول شيء صباح الخير صباحك نور يارا أبوك شريحة أخذيك يا ربي أول شيء خليني أسبق بكلمة أنه موضوع الروح القدس فهمه يعني فهم الروح القدس من أصعب الأمور الدينية نعم معقد لأنه لكن لكن بنجتهد وبنقول كالتالي أن الروح القدس هو إشعاع ونور للإبن والآب لاتحاد الإبن والآب نعم أي بمعنى ثاني أنه هذا التلاحم بين الثلاث أقانيم الأب والإبن والروح القدس لم يأتي من فراغ إجاب من فهم الله للإبن يعني الله يعرف نفسه فولد الإبن وبالتالي الإبن واتحاده مع الآب أشعع أضاء يعني الروح القدس فالروح القدس هو الفاعل في هذه الثلاثة نعم أي بمعنى آخر الإنسان نفسه عندما يفعل فيه الروح القدس من الداخل هو لا يعرف أنه فيه في الداخل روح القدس عم بفعل فيه نعم يعني عم بعمل يعني هاي الأفاعيل في الإنسان ولكن الله موجود في الإنسان لأنه هو الروح القدس هو صوت الله في الإنسان نعم وبمعنى آخر وبمعنى آخر لا يستطيع الإنسان أن يجري أي عمل ولا حتى أن يتنفس دون وجود الروح القدس والروح القدس دائما موجود في الإنسان يعني نعم من ناحية من ناحية الثانية كمان أنه الروح القدس هو صورة صورة لوجود الله في الإنسان نعم يعني مش بس صوته هو القدرة الفاعلة أي معرفة الإنسان لذاته معرفة الله لذاته ولدت هذه القدرة المسمى في الروح القدس نعم معرفة الله في قدرته هو يعرف نفسه أي أن قدرة الله في ذاته نعم في ذاته أهم شيء أنه هو يعرف أنه ولد الروح القدس ولم يأتي الروح القدس يعني تلقائيا هيك يعني عبثا صحيح مئة بالمئة هو منبثق من الآب أتى من التحام الآب والابن وهو انبثاق بنسميها باللاهوت دكتور هذا الالتحام الآب والابن تلقائيا أشعة كالشمس لما تعطي الحرارة والنور لما تعطي الشمس الحرارة والنور تلقائيا هي بتتعطي الدفع نعم بتتعطي الدفع من الحرارة نعم والنور موجود تلقائيا كنتيجة لأشعة الشمس فالشمس هي المولدة للنور والتدفع والحرارة وبالتالي أن التحام الآب والابن هو الذي ولد الروح القدس وقال السيد المسيح لن أترككم لأني سأبعث لكم الروح القدس البراقلية المعزية من يعزينا من يعزينا من هو الذي يعزينا هو الروح القدس الموجود فينا فوجود الروح القدس في الإنسان ضرورة لا تمليها الإيمان بالمسيحية ولكن تمليها الضرورة الموجودة في الإنسان أي أن الضرورة هي حتمية في الإنسان رضية بالرورة القدس عم لم يرضى حلو جميل دكتور هذا المقصود ولذلك أنا سأتحاشى كليا موضوع الأديان لأني بترخوا للأباء الله يخليك هم بفلسفوه ولكن أنا حاولت أن أعطي فكرة أن قدرة الله في ذاته هي التي تعطي هذه الروح القدس المعنى المتعارب عليه الروح القدس حلو والروح القدس هو الفاعل فينا نعم صحيح شكرا يا دكتور على هالشرح الفلسفي العميق اللي أتحطنا فيه أنا بشكرك جدا لمشاركتك وبشكرك على هذا الاتصال فإن شاء الله يا ربي نهارك مبارك أنا كمان بدي أقول لك النورسات نورسات يعني هي نورنا نحن اللي بعطينا بعطينا صوت الله الله يسعدك هو اللي بيسمعنا صوت الله أمين إن شاء الله دايما يا ربي صوت الله مسموع عند الجميع يا رب أي بمعنى آخر أنه يجب على الكل أن يدعم نورسات ليظل صوت الله دائما مرتفع فينا يا دكتور إحنا نتأمل أنه هذا الدعم يدعم الكل هذا النورسات لكن أحيانا أنه نحن نحب نغير صوت الله لأنه أوقات بزعجنا لأنه منظلنا مستمرين في عمل الخطأ وإحنا عارفين الصح والطريق الصحيح لكن دائما من غيبه ونتجاهله فإحنا منتأمر يا دكتور مع صوتك صورة دكتورة الخطأ هو الاستثناء وليس الأساس نعم نعم هو الاستثناء نعم لأن الأساس هو البراءة هو النظافة هو نقاء الإنسان الله خلق الإنسان نقي طبعا صورته ومثاله نعم يبدو أنه الخطر تقطر نعم يعني عن جد الدكتور سدد فأجاب فجنا حكمة زي ما بحكوا يعني كثير عميق الكلام اللي وصلنا إليه نعم أبونا في بعض التعليقات من ماجدة البير نشكرك على تواصلك الدائم معنا يا ست ماجدة البير ودائما تعطينا كلمات عندما نشعر بتبكيت الضمير معا أخطائنا ونغير من سلوكنا ونتمنى الخير للعدو قبل الصديق ونشكر الله لكل نعمه ونعيش السلام مع أنفسنا فنعرف أن الروح القدس يعمل فيه هذا عمل الروح القدس هو تبكيت ضمير الإنسان أجابت بحكمة نعم صحيح وللي مش عارش معنا التبكيت نخبرهم معنى التبكيت معنى التبكيت يعني أنه يوجعك ضميرك كي تحس بهذا الشعور بالداخل أنك أخطأت يعني زينا ما تصيح بوجه أمك تصيح بوجه حدا كتير بتحبه أنت فبعدين بتخجل بتحكي سروي ماما سروي بابا أنا كنت منفعل زيادي هذا الرجوع يعني بمعنى التبكيت أنه يوجعك نعم جواك نعم القنصل بالتوفيق نالي خوري سعد صباحك هنا هي الصفدي خوري صباحكم بأنوار المسيح ربنا يبارك حياتكم أمل السلمان الروح القدس الأقنوم المنسي كما قال الباب القديس يحنى بولس الثاني هما أيها الروح وأسكن في قلوبنا وأعطينا مواهبك وثمارك آمين يا أمل السلمان وأم عادل النمري صباحكم نمر أيها الثالث القدوس هلما وسكن فينا وطهرنا من كل دنس آمين وأم فادي فون حتر صباحكم نور ومبارك الرب يعطيكم الصحة والعافية لمتابعة برنامجكم المفيد للجميع بكل المواضيع والاستفسارات يسعد صباحك يا أم فادي ونور عياد صباحكم نور دكتورة باسمو أبونا جورج الله يعطيكم العافية على هذه الجهود المضنية التي تضيف البهجة والسرور والمعرفة للجميع وجميل جدا في تمثيلك للمؤتمر في اليونان وشرحك شرحتي لهن بإسهاب العنصر الأنثوي ونشكر الله على إدائكم وإنجازاتكم وشرحت أبونا على موهب الروح الخدس يا رب هبني موهبة الحكمة وصباحكم نور شكرا يا نور عياد على كلماتك وتجيعك ودائما كوني على تواصل معنا فمنحب دائما نسمع صوتك وباسم دبابنين وعمال الجود وأبو أحمد وخلدون الشبلي الصليطة ومارلين الحدوة صباحك نور يا مارلين من الأراضي المقدسة بيت لحم صباحكم نور ربنا يبارككم على الطل الحلوة صباحكم نور منبر في كل بيت تحياتي من مهد المسيح مارلين الحدوة ومجد سامي قمو بيتابعنا وكل واللي بيتابعونا كمان على تلفزيون تليلوميار من صباح عليكم نتمنى لكم نهار مبارك ونظلنا على حسن ضنكم فينا في أنه نعطيكم الكلمة والمعنى والحكمة بس على التعليقات استوقفني لخلدون شبلي صلايطة من أستاذ خلدون المحامي اللي كان ضيف أبو نانبيل لحلقة الأسبوع الماضي فمتبع هنا وهونا على الاستجيوان بين الوردي والسابع نعم نعم صديقنا في برنامج عينون على المشرق مع الأب نبيل حداد أبونا في آية قبل ما ناخد الاتصال مع أبونا بطرس جمحو في الإصحاح الأول من العهد القديم في سفر التكوين في البدء خلق الله نعم أبونا بطرس جمحو صباحك نور يا أبونا صباحكم نور كيف حالك أبونا 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 جورج خليني وشتغنا لك وموهبة الروح القدس دائما تنير أعمالنا كلنا آمين يا حبيبي آمين آمين أبونا آمين لا توجد عطية أعظم من عملية عطية الروح القدس حلو والروح القدس له كثير وظائف وعندوار عديدة هو أولا يعمل في قلوب البشر في كل مكان كما كان يقول يسوع لتلاميذه أنه سيرسل روحه القدس للعالم كي يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينون نعم وعشان هيك احنا خلاصنا مرتبط كمان بالروح القدس احنا بالمعمودية بالنال نعمة الروح الكلية وقدسه عندما الكاهن بالميرون المقدس بمسح الطفل المعمد نعم وعشان هيك احنا دائما بسكن وقتها روح الله في قلوبنا للأبد ويختمنا بختمه نعم تأكيد انه ضمنا لبنوتنا الأبدية حتى قال يسوع انه سيصل الروح القدس ليكون معينا ومعزيا ومرشنا لنا نعم وانا اطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكس معكم إلى الأبد كما ورد في يحن 14-16 نعم اذا هو من هاي الامور كلها بتجنة انه هو اظهار الحق سكن الروح القدس فينا بعطينا فهم وتفسير لكلمة الله نعم وقال يسوع لتلاميزه واما متى جاء ذلك الروح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق نعم يعني هو موضح انه في أظهارنا رح تتخير رح تتعلق بالعبادة بالعقيدة بحياتنا في مرشدنا اللي بشي أمامنا وبرشدنا في حياتنا ولكن دائما نجل احنا نحتاج انه ناس يقودنا في حياتنا نعم وربنا هو دائما بعطينا هذه الموهبة المواهب الروح القدس اللي هي المحبة الفرح السلام والأنا العصف اللطف الإيمان الوداعة وضبط نعم 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 ما هي القوة ومعنى القوة في ونذكرت كثير في آيات من الكتاب المقدس بأعمال الرسل لبولوس وبوترس وكانوا يشرحوا عن انه الانسان المبتلئ من روح الله والبيت ومتابع رسالة يسوع المسيح يمتلك هذه القوة هل معنى القوة انه يصير يخاني ويعصب ويصرخ وما هي القوة التي يمنحها الروح القدس للإنسان المؤمن طبعا لا انه الانسان لجب يكون يتحكم في مصيره يتحكم في كلامه لانه أنا لما بستنير بالروح القدس بدي أعطيها الموهب اللي عندي داخلي ما بدي أعطيها بالعكس تكون صورة قاطمة عن وضعي لو أنا كتل الزاي بدي أظهر في مظهر آخر عشان أظهر انه نعمة الروح الكل وقدسه اللي ساكني فيه أعطيها ثمرة لحياة أبدية لكل إنسان بسعى إلها نعم تنشيش إنه كمان كتير نام لغاية الآن ما وصلوا لنور المسيح ولا شافوا نور المسيح نعم لسه التبشير قائم في العالم نعم وخاصة في إفريقيا نعم نعم موجود أبونا فيه السيد المسيح قبل انطلاقه للسماء وصعوده نفخ في التلميذ الروح وقالهم انطلقوا اذهبوا وتلمدوا وعمدوا باسم الأب والإبن والروح القدس وقالهم انه سيرسل لكم معزي آخر فهو شو الفرق بين هذه النفخة الروح والمعزي الآخر اللي حكى عنه وقت العنصرة انه نزل على الروح اذا كان هذا المفتاح انه عشان يجذبوا السمك الوفير نعم الى الشبك لانه تعرف انه هم كانوا صيادين سمك طبعا يعني هم تركوا السمك وتركوا اسموا كل اشي اعمالهم وتبعوا المسيح عشان يسمعوا كلمة الله نعم شو افعاله شو اقواله شو اعماله اللي بيسويها ما يكون انسان كمان قدامي مرائي نعم نعم جميل ابونا انا بشكرك يا ابونا بتحب هيك كلمة او صلاة او دعوة او دعاء تحكي لنا في نهاية الاتصال للمشاهدين اللي بتابعونا على نور سعد ايها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان وثق المالي الكل ينزوا الصالحات ورازقوا الحياة هلما وسكن فينا وطخرنا من الكزنس وخلص ايها الصالح نفوسنا امين يا ابونا بتشكر محبتكم امين يا ابونا شكرا للك يا ابونا شكرا 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 نهارك مبارك شكرا مبارك يعني قوة المؤمن الممنوحة من الروح القدس هيك كان سؤال حضرتك لا لا يعني هي قوة بالجهاد بالنهاية دكتورة قوة بالغلب على افكار الشيطان قوة بالغلب زي ما حقى ابونا بترس على ضبط النفس والتحكم بانفعالاتنا يعني في مجتمعاتنا احنا الناس متفاوتين في فرق فردية بالثقافات وبالذكاء يعني احيانا بيجيكي شخص يمكن عن قصد بخبثني ويمكن بدون قصد عن سريع بطئ فهم لعنده يعني بيكون هو مسكين بفهمه يعني فبأذي مشاعرك بجرحك فكيف ردة فعلك راح تكون يعني طبيعة الانسان وقوامر الدماغ والنظام البسيكولوجي بجسم الانسان هو دفاعي يعني لا شعوريا اذا هلا حدا برفع ايده بوجهي بغطي ايدي امر من الدماغ ما بفكر بسهولة اني انا بد اغطي لما حدا بد يضربني هيك دفاعيا وكمان من الناحية النفسية الانسان بحب يدافع عن نفسه لما يشوف حاله حدا اساء وجرحه بده يعلي النبرة بده ينفعل اذا كان انسانا متزنا انا بحكي بحكي عن انسان الواعي المتزن بده يكون دفاعي عن نفسهم وبالتالي كيف هذه القوة اذا كانت ممنوحة من الروح القدوس كيف استطيع انه وصل هذه الصلاة اذا جاز التعبير صلاة مش الليسان صلاة الفعل وبدون ما اجرح الاخر افهمه يعني دائما كنت احكي انا انه لما شخص يكذب علي وقاعد انا بعرف انه بيكذب بقول اوف انا معقول انا مو مسدق هاي انا معقول او ممسدق احسن تقوله الكلمة هذيك المسيئة تقوله انت هذيك الكلمة كلمة تتوقفها كاذب انت كذا كذاب يعني مهينة او انت احمق انت كذا يسوع نبه من هالكلمات الكتابة المقدس يعني بتوديك تقتل الروح نعم ابونا نفق فيهم الروح القدس وقالهم اذهبوا وبشروا وتلمذوا يعني اذا انت بدك تعملها مشهد تمثيلي هني اخذوا هذا الشي وطلوا على يسوع وطالع على هالسماء وتركهم وقالهم سأبعد لكم معزي اخر هلا اخذوا حالهم وبعضهم هني التلميذ هذول اللي سمعوا من كلمة يسوع ووصيل الفرق بين العنصر والصعود يعني في زمن يعني بالنما عطر راحوا قدس ومصعد ورشو عملوا راحوا تخبوا لانه كانوا خايفين من اليهود فبرضو كمان ما انعطى ما اعطيوا بهذه النفقة وهذه الوصيلة وصهم اياه يسوع المسيح هو عارف بما كننات نفسهم انهم راح يكون ظلوا مخايفين ومرعوبين انه اخذوا هاي الروح واخذوا هاي الكلمة واخذوها لكن خبوها لانهم خايفين يجاهروا فيها لما حل العنصرة والروح القدس المعزئة الاخر اللي هو روح القوة والشجاعة هاي اللي اعطيت لهم هالي روح الحكمة والبصيرة لكن روح القوة والشجاعة هي هاي ايضا روح تاني انا بعتبرها انك انت بس اخذوا بالعنصرة هذه الروح وعلى شكل السنة من نار يعني اوقدت في روحهم نار نار انهم يتحركوا نار الشجاعة والقوة وبطلوا يخافوا الخوف راح منهم الخوف من اليهود وطلع بطرس يجاهر وفتح البواب وشرحها وقالهم هذا انتو اللي اتلتوه واللي اعملتوه هذا هو سيد المسيح يعني بكل قوة مش خايف من حدا حتى لو اتلوا فهذه القوة اللي احنا لسه ما ادركناها كمؤمنين ان نقعد ونجاهر بهذه القوة وبهذه الشجاعة اني انا امؤمن بالسيد المسيح وبحكي كلمة الحق والحق هو الذي يحرر الانسان في آية يا ابونا في سفر التكوين الاصحاحي الاول في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرفع وجه المياه نعم ماذا تفعل كانت روح الله على وجه المياه والارض خريبة وخالية حسيت الارض الخريبة والخالية هي احنا احنا مع انه احنا على صورة الله خلقنا ومثاله لكن نحن من عنصرين عنصر ماء الهوائي وعنصر اللي هو المادي التافه اللي هو من تراب يعني نحن بعنصر ترابي وهي مادة تافهة بالنسبة لكن في تحوينه روح الله اللي هي قيمة فالارض بحتباء الارض الخريبة كان يقصد بالارض الخريبة مظبوط هي خلق الارض وكانت خريبة كتير استوقفتني ابونا هذه الاية انه خلق الله السماوات والارض ولماذا كانت الارض الذي خلقها الله خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرفه على وجه المياه ماذا كانت تفعل او ماذا كانت روح الله ترفه على وجه المياه تنتظر لكي تفعل صحيح وبعدين الاية التانية بقولك وقال الله فربطت ابونا الارض الخريبة فينا نحن احيانا بتكون الارض خريبة اجسادنا ارض خريبة بالخطية عدم وجود نعمة بحياتنا ما في بر اتعادنا عن الله الوصايا اللي دائما اللي طلبها يسوع مننا ربنا مننا مش عم نفعلها الوصايا نسميها لا تقتل لا تزني لا تفعل لا تلات وابتعادنا عن الصلاة ابتعادنا عن الصوم ابتعادنا عن عمال الرحمة ابتعادنا عن العمال المحبة اللي طلبها مننا الله فبحس انه الله خلقنا مثل الكرة الارضية هاي وخربة وخالية وروح الله اللي احنا خلقنا على صورته ومثاله موجودة فينا لكن متى تتحرك هذه روح الله وتعمل فينا مواهب الروح القدس وثمار الروح القدس بكلمة الله كلمة منه واينا نجد هذه الكلمة في الكتاب المقدس اذا ما احنا درسنا الكتاب المقدس وعملنا بما هو مكتوب في الكتاب المقدس واتبعنا هذا الكتاب بكل هذه الحكمة وهذا النصح وهذا الارشاد وعملنا لكي تبقى حياتنا بالنعمة بالبر تبكيت انت حكيت تبكيت الضمير وتبكيت الدينونة بالاخير وتبكيت البر والضمير والدينونة نعم دكتور صراحة من بلشت تحكي عن سفر التكوين وانا يعني اعطاني الله روح الحكمة والفهم فضل يعني احاول افهم لانه حضرتك اضاءتي على البعدة الرمزي والروحاني بالموضوع وهذا التشبيه البليغ ما بين الارض قبل ان يدخلها الله وهو فوقها يرفر كنفسية الانسان بالخطيئة كيف لما قبل وبعد الله يرفر فوقها بمعنى انه مش حاط عليها يعني مش مهدي اذا شبهنا الروح القدس بالطائر مثلا هو مش هو يرفر فوقها يعني ما زالت في فكرة الله قبل الخلق كيف بدي يخلق كيف بدي يزبطها للخرب الخاوية بالعبراني بيستخدمه مصطلح طهو باهو بمعنى الاشي النائي البعيد الفاضي باهو بالعبراني بنوجع بحكي بالترجمة اليونانية القديمة بالكتاب اللي عندي لما برجع وبنشوف في الكلمة ترجمتها في بدء مش في البدء في بدء شو الفرق بين قدل التعويف وبدء بتخليها سيركل يعني بتبين ما إلها بداية ولا نهاية هيك كأنها هي فكر الله لما الله أراد بكلمته قالها شو قالها يعني صوت كلمة من هو الكلمة هو يسوع المسيح يعني الروح استمع لكلمة الله من هو الكلمة فكان ينتظر كلمة الله بالضبط من هو الكلمة الكلمة هو يسوع المسيح نعم اللي خلق فيه اللي بعدين بيتممه بفكرة التسج تعفض تجسد نعم هلأ فيه بعد أنتربولوجي في هذه الرمزية في موضوع الأرض ولما بيرتل إذا بتنتبهي بالتقسي البيزنطي نعم لما فيروس بترتل بتقول اليوم علقاء على خشبتي الذي إيش أنت مرتلي الذي إيش علقاء الأرض على إيش على المياه الذي علق اليوم علقاء على خشبه الذي علقاء الأرض على المياه دليل إنها كانت كلها مياه وهالأرض هاي الخربة الخاوية اللي نفخ فيها بكلمة وبلش ليكون سماء ليتكون جلد يابسة ليكون حيوانات لإنسان بعدها كيف سلط الإنسان على هذا وسلطة المسؤولية بتحمل في وقت ما بدوا يسألنا عنهم يعني زي الناس لما بفكروا أولادهم إلهم بدهم يسيطروا عليهم بجيبوا على رأي جبران وغنى تفيروز أولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة أنت مؤتمني عليهم هذول أماني الله حطهم برقبته بس مش أنه هذولة زي تسلط الإنسان على الأرض باحتباس الحراوي سبب الإنسان وبالغازات المنبعثة وهي كل المشاكل اللي خلقها الإنسان بإذاء للطبيعة إذاء روح الله إذاء الأمان اللي أعطاك إياها يعني هي كانت خرب خاوية أنت يا الإنسان بعد كل الله تعبه معاك راح بترجعها لخرب خاوية عم بترجع تأذيب هالأرض بدك ترجعها الله في خطيتنا في حياتنا لما منبتعد عن الروح الله نعم نعم دكتور يعني حبيت أضغو على هذه جميل لكن أبونا يعني أنا كنت اللي حابة كمان أنه ركز عليه وخاصة أنه في ناس كتير عم تسألنا أنه كيف بدي أنا روح القوة أخذها بحياتي كيف روح المحبة يعني حسيت حتى كمان طبعا إحنا عم نركز على موضوع كلمة الله في حياتنا هل روح الله موجودة فينا طبعا استخلقنا على صورتي ومثالها أخذنا روح الله بالأماد أخذنا روح الله بالتثبيت أخذنا روح الله بحياتنا الموجود بالأسرار الكنسية نعم لكن كيف أوصل إلى الروح اللي أخذوها التلاميذ بوقت العنصر نعم هنا بكلمة من الله لما بصير أسمع صوت الله بحياتي فأصير أسمع كلامه وأعمل بكلامه وأتحمل هذه المسؤولية مثل ما الرسل سمعوا كلام الله وتحملوا هذه المسؤولية فروح الله ترثرف في حياتنا لكن تعمل بكلمة من الله وأينا نجد الكلمة في الكتاب المقدس نعم فعلينا في الكتاب المقدس أبونا أنا بعتبر أنه كل إنسان كل يوم إذا ما قرأ آية من الكتاب المقدس ما يحسبه من حياته لأنه فعلا يعني كلام الله بحياتك هو هذا عمل الروح القدس لم تقولك أنا مش شارب عمل الروح القدس طبما أنت ما عم تقرأ الكتاب أنت ما عم بتتبع آياته روح الله موجود في الكتاب بكلمة منه ربنا بكلمة منه ليكن نور فكان نور وراء الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلم ودع الله النور نهارا والظلم دعاها ليلا وقال الله ليكن جلد قال الله نحن كروح الله كانت ترفرف على المياه وما صار ولا إشي خلال هاي ولا لو مليون سنة إلا بكلمة من الله روح الله موجودة فينا لكن لازم نسمع كلمة الله من خلال الكتاب المقدس كنت حابة أني أوضح ونأكد على هذه دكتور في فكرة بالمواهب شو يعني كلمة مواهب يعني منهبة موهبة منهبة هبة شو هي العطية المجانية نعم يعني تختلف الهبة عن الحق المراثي الشرعي تختلف عن الهدية الهبة هي فيها منح مجاني نعم معطية مجانية بغض النظر مستحق أو مش مستحق هلأ ابنك مستحق هو وارث نعم مش بكيفك يعني نعم يعني لا وصية دي وارث يعني هذا وارث خاوة يعني نازل بلا أما الهبة المواهب هي نعمة من الله بس بالنسبة للي بيسأله إنه كيف بأخذ قوة التبشير كيف بأخذ قوة لا هاي مواهب مش للكل يعني كيف بصير صوتي حلو أرثت بالكنيسة لا يا حبيبي مو شرط يكون صوتك حلو مشان ترثت بالكنيسة اللي برثلوا بالكنيسة صوتهم حلو هادو لك اللي بوقفوا على الخرس هادو لك اللي بيعملوا بيوقفوا إنهم شغلي بس أنت مو شرط يعني ما تصلي إلى صوتك مش حلو مش حمد بالزبط أنا إلا ما عندي موهبة الحكمي وأنا بسيط وتعليمي على قد وعلى الهاض لا يعني إني أنا ما بأخذ ملكوت الله لا يعني إني ما عندي مواهب الله ولكن نياله الإنسان إلي بيفتش بداخله بيطلع مواهب الله ما في إنسان ولا إنسان إخوتي المشاهدين بدون موهبة ولكن في إنسان لم يكتشف موهبته في ناس بتعيش للأسف وبتموت وهي ما اكتشفت مواهبها المطلوب كيف نكتشف مواهبنا مش كيف نأخذ الموهب الإفلاني بنجي أنا المواهب لا هاي عطي مجاني من الله ما بقدر أفرض على الهدية اللي جايتني الهبة أقول له أنا بديها سيارة أنا بديها بيت إن شاء الله جايب لك قلم حبر هدية شو إلي أنا هاي أحرعنا الهدية من قيمتي أنا شو أنا بفكر مش شو أنت بتستاهل شو أنا بقدر أعمل يعني ممكن واحد يقدم وردة وممكن يقدم بكيه حقه 30 دينار بس هي برمزيتها وبفعلها وبهذه إذن المواهب هي نعمة من الله وبحكي القديس بولوس جسد أنتو كالجسد لا تستطيع العين أن تقول للأذن أنا أهم منك لكن كلاياتنا جسد الكنيسة الواحد بجسد الكنيسة الواحد تظهر ثمار مواهب الروح القدس مع بعضنا البعض لينتج من سيقايتنا إياها تنمية تقليم والسيقاية والها النبتة مشان ينطلع منها ثمار المحبة والسلام بسير الواحد طويل بال يعني كل ما بيكبر كل ما بتمرق عليه قصص كل ما هيك بسير عنده طول الأنات بسير المحبة محبة بمعنى أسامح معنى بمحبة أطوي صفحة وأفتح صفحة طول أنا أتصبري بتني هاي كلها ليش بتقول آخر واحدة من المواهب أو عفوا من الثمار روح القدس الإيمان نعم يعني هاي كلاياتها بتبتل مشان الإيمان بحياتنا نعم نعم لما نوصل الإيمان أبونا بنربطه بحلقاتنا السابقة نعيش السلام في حياتنا نعم يبتدأ من الإيمان الإيمان يسمع كلمة ربنا طبق الوصايا وبعدين من الاعتراف الخطيئة نبرر أنفسنا نعيش في النعمة من خلال سر الاعتراف لننال النعمة وفي النهاية نصير أبناء الله فالروح القدس هو الذي يتحرك في البداية بحياتنا لننال النعمة ويقودنا نصير أبناء الله ويفيض فينا نعمه وعطياه ومحبته أبونا أبونا الكتاب المقدس أيضا في أعمال الرسل فيض المحبة كيف نقدر نحن نفيض محبة ونوصل لدرجة لما نالوا الروح القدس نوصل لدرجة القديسين الرسل تلميذ السيد المسيحي الأولين كانوا يفيدون محبة يحبوا جميع الناس كحبهم لأنفسهم وأكتر حتى من أنفسهم قديس بولوس جاهر وقال لك حتى أنا عشانكم أنتوا لأني أنا بحبكم أكتر مني أنا مستعدة تخلى عن المسيح علشان أنتوا تعرفوا يعني لهاي الدرجة بيروميا تسعة ثلاث لما قال إنهم منحبوا للناس يعني أنا أنقص أنقص عشان أنتوا تمتلئوا كيفا منوصل لعادي المرحلة أبونا إنه نحب الآخرين أكتر من أنفسنا يعني بعطي مثال بسيط بس ما يفكروني المشاهدين أني كايين أشتغل بالدهان والطراشف بس عن جد السقل بحاجة في إيه مننا إنه زي ما بيعمل الدهين بيجيب ورق الزجاج هذا بحف 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 تيطلع المعدن الأصلي تاع الماتيريال تاع الإشي خشب حديد آني بعدين بيجي بعطيه هاي الصبغة بعطيه الأساس الصبغة بعدين بعطيه اللمعة بحياته وإحنا بنحتاج إنه نشيل البقايا اللي تيبين المعدن الأصيل تبعنا إنه شو هدف وجودي بها الحياة أنا ضايل هون على طول أنا وين بدي أروح فأنا ما إلي رايح على مملكة المتحدة وعلى الولايات المتحدة بدي أخذ جنسيتها في متطلبات شروط للإقامة للجرين كارت للصبغة الجنسية فبالتالي ما بالكم بالحياة الروحية في أشياء عشان ما نعيش بحالة الإغتراب تنكون مواطنين حقيقيين في مملكة يسوع المسيح في الملكوت السماوي بدنا طول الأنات هذا يش معناته الصبر الطويل يعني أضغط على نفسي أتحمل أوخذ على حالي فيدى هدف مش فيدى إني أنا بعلّب بحالي يعني كانوا القديسيين زمان وكانوا النساء إنهم يوكلوا وجبه وحدي بالأكد مش عشان شو الهدف ما يناس بفكروا أنه هاي الإذاء لا مش إذاء وعشان يوفرها للفقراء وبالصوم هيك الفكرة المسيحية إنه أنا بثمنها أو بهالأكل بوفرها اللحمة اللي أحمل بها يطعم فيها ناس مش أخبيها بالفريزر بعد الصوم وأطلع الفرجية نعم فيضل المحبة من روح الله بأبونا بمسله كمان مثل كأنه من قلب الله هالتيوب نعم وهالتيوب وبيوصل وبيوصل لقلب الإنسان ويفيده من حب الله للإنسان بضخ مين هالتيوب هذا هو الروح القدس إنعاش أبدعت نعم هو الروح القدس ففيها الوصل هذا هالتيوب لازم يكون موجود اللي هو عمر أروح القدس فعلا لأنه مننخنق ونحيش حياتنا مجردين مثل الأرض الخاوية المصرمة التي الخريبة وصفها بالك أول الخريبة يعني خربانة الأرض خربانة وخالية وتعيش في ظلمة فأنا بتمنى يعني من المشاهدين دائما لو أنه عشر دائق خمس دائقتين افتحوا صفحة نورسات بتلاقوا فيها أيات إذا بدكم مش تفتعوا الكتاب مقدسة أو مش متوفر الكتاب أو أقروبنا على الواتساب كمان مليان أقروب واتساب كمان اسمعوا كلمة اقرأوا كلمة وانتوا بالسيارة حطوا كلمة حطوا اليوتيوب تقدروا تفتحوا اليوتيوب على برنامج صباحكم النورسات تحضروا بعدين مسهلا يعني بس احنا ما بنطلب منكم يعني أنه هو صباحكم نور لا أيات بطريقة تانية ترنيمة فيها أحيانا كتير في ترنيمة مأخودة الكلمات من الكتاب المقدس فممكن أسمع ترنيمة أتأمل فيها الكلمات الترنيمة لأنها من الكتاب المقدس فعمل الله في حياتنا ما بيحصل إذا ما تكلم الله تكلم وقال كن كن السلام في حياة هذا الشخص اعطي النعمة كن الشجاعة اعطي القوة اعطي المحبة تتعيش بسلام تتعيش الإيمان هذا لازم تكون هذه تيوب اللي حكينا عنه بين الله والإنسان ومن خلال الروح القدس فعمل الروح القدس يستمر في حياتكم تطلبوا تجدوا ربنا بقرأ بس لازم تفتحوا قلوبكم عشان يدخل لأنه هو مش متطفل هو إنسان ما بيفرض حاله فرض هو إذا أنت طلبته بيجي بيكون حاضر هو افعل باب فافتحوا قلوبكم افتحوا يقولكم افتحوا حياتكم لسماع كلمة الله فأبونا في نهاية هذه الحلقة اللي مرأت بسرعة فكرا يعني حسيت اليوم عن جد ما حسنا هيدو إحن مخففين اتصالات نعم لكن حلقة جميلة أنا بشكرك يا أبونا على التواصل الدائم والالتزام كمان التزامك في أنك أنت تعطيها لكلمة الحق وكلمة الروح ما هذا نوع من أنواع كمان التعليم وال زي ما بحك والإرشاد فنطلب البركة أبونا في النهاية ومنشكر جميع كل الحاضرين اللي كانوا معنا على الفيسبوك أو على تلفزيون نورسات تلمية منشكر الطاقمين اللي في لبنان والأردن على صبرهم ومحبتهم لنقل هذه الحلقة أبونا عطينا البركة وننطلق بسلام المسيح يا رب نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا اذهبوا بسلام المسيح شكروا لله شكرا لكم مرة تانية وإلى اللقاء في الحلقة مقبلة بالأسبوع القادم بعنوان جديد إن شاء الله إلى اللقاء عجوب التلاليوميار مستمرة مستمرة فيكم مستمرة لكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولاد ولادكم وللجيل البعض ولاد ولاد ولادكم من بعد لما تكون تعبن بهمة عندك كلمة ريحة ترجع الدنيب تضحك لك نور ساتي ليلو ميير نور ساتي ليلو ميير نور ساتي ليلو ميير نور ساتي لنم صلاواتي ليلو ميير محبي وفير موسيقى هي من برل الحرير بحدنا بيت المسيحي وعندك كلمة صريحة قوية تصرخ لال الطائفة هي رسالة مسكونة مش سياسة ولا حزبة وصوتة للوحدة الكنسة نور ساتي ليلو ميير نور ساتي ليلو ميير نور ساتي ليلو ميير نور ساتي لنم صلاواتي ليلو ميير محبي وخير موسيقى 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 موسيقى